السلام عليكم كيف انتوما لبس عليكم بخير نتمنى يا ربي كنلقاكم هالفيديو انتوما كمين بخير وعلى خير ان شاء الله نصليوا على النبي كيفما العداع نبدو الفيديو اليوم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله واصحابي اجمعين بالنسبة الاقتراح دياليوم ان شاء الله كيفما كتشاهدوا معي غد نحضروا مع بعض هالطورتة بكريمة ديال الحامض طورتة اللي هي الديدة بزاف مكونات لهم بساطين واح العجيل اللي كيجي الديدة شيش كيدوف الفم واح الكريمة معلكم غد جربوها فدب منزيتش نطول عليكم كتر اندوز نشوفوا المقادير وطريقة تحضير وكيفما العدافورجة ممتعة بسم الله على بركة الله غد نحتاج في المقادير عن دهنيات 300 جرام من الدقيق الابياض الطحن ديال فورس ما يعادل 3 ديال كيسان كل كأس كيوزين 100 جرام انا في ديك الإناء كنت غربت جوج ديال الكيسان ديال الطحن وهنايا ضيفت الكأس الثالث فكن نخلو او لا كنغرب له باش كنتخلص من ديك الكويرات ديال الدقيق اللي كيكونوا فيه كذلك هدي نضيف ملعقة صغيرة مملوئة من خميرة ديال الحلويات ما يعادل 8 جرام او 7 جرام انا الكيس ديالي في 15 جرام فغد نعمل فقط ملعقة صغيرة بحال هاد الشكل هادا فاذا انتم كنتوا غد تستعملوا الكيس ديال الخميرة ديال الحلويات فيه 7 جرام او 8 جرام فغد نعملوه كامل غد نغرب لحتهية وغد نضيف عليهم نصف كأس من السكر الخاشين سكر سندا ما يعادل 80 جرام ديال السكر وعندي تمك قبصة ديال الملح وهناي عندي بشر ليمونة او واحد الحمضة اللي حكيتها وضيفتها للدقيق ديالي فتقدروا تعودوا البشر ديال الليمون او القشرة ديال الحمضة بالفاني ولكن انا هنا فضلت نعمل الليمون لا في العجين ولا في الكريمة هنا عندي 100 جرام ديال الزبدة اللي يدوبتها ما يعادل واحد من نصف كأس ديال الزبدة اللي كندوبها كيف مقود لكم وكنضيفاً الدقيق ديالي وكنبس بس ديال الدقيق او لكنرمل بحال هاد الشكل اللي كتشاهدوا معايا حتى كندخل ديال الزبدة جيداً مع الطحين ومن بعد غد نضيف البيض فبالنسبة للبيض تقدروا تستعملوا بيضة واحدة حتى نجوج حبات ديال البيض انا في بعض الاحيان كنستعمل واحد بيضة من اللي كيكون الحجم ديال البيض عندي اكبر اما ما كيكون عندي البيض ديالي صغير فكنطر نستعمل جوج ديال الحبات ديال البيض هنا غادي نضيف عن منجر ديال الحبات ديال البيض لان البيض اللي استعملت هاد المرة نضيف البيض و نجمع العجينة بالنسبة للقوام العجين يكون قوام ارتطب و اخفيف شوية و بالنسبة للعجينة لم يكن دي الكوامة ولو فقط نجمع العجينة من اللي نرى ان العجينة تجمعت و رجعت كويرة واحدة فتكون العجينة دينا وجدة هذا هو القوام العجين اللي نحصل عليه فكما اسبق لوقت لكم تقدروا تعملوا حبة دي البيض و تجمعوا العجينة دي لكم اذا تجمعت لكم فلا تزيدوا الحبة الثانية اذا كان عندكم البيض كبير اما إذا كان عندكم البيض صغير فاضطروا تزيدوا الثانية فتضيفوا البيضة الثانية سوف نغطي العجين ديالي بالبلاستيك الغذائي و نحشف التلاجة تقريبا و نصف ساعات يرتاح على من وجد الكريمة ديالي اللي نحتاج فيها عندي نصف لتر من الحليب ما يعادل 500 مليلتر من الحليب 100 جرام من السكر الخشن ما يعادل 1-4 ديال معلقة كبار و نصف عندي هنا واحد الحبة ديال البيض بحيث هذا البيضة غدي نزون منه شوية مش غدي ندهن طرطة ديالي من بعد هنا عندي ربع كأس من عصير الليمون يعني عصير ديال الحامض ما يعادل 1-50 مليلتر و هنا عندي 20 جرام من بودرة ديال الكريمة باتيسير فإذا ما كنتش عندكم كريمة باتيسير تعودوها بالناشا هذه الكريمة باتيسير اللي كنستعمل انا و هنا عندي 30 جرام ديال الدقيق انتو ما كنتشاهدوا معايا فبالنسبة كيف ما قلتكم إلا ما كنتشين صفرين على كريمة باتيسير غدي تعودوها بالناشا ما كنحتاش مشكلة هنا عندي بشر ليمونة يعني واحد الحمضة اللي حكيتها و صافي غدي نحيد هادو جانبا و غدي ناخد الإناء ديالي غدي نعمل فيه الحليب و غدي نضيف عليه نصف كمية ديال السكر غدي نخلي واحد نصف ديال السكر من بعد غدي نقول كم شنى غدي نعملو به و ضيفت له ديك البشر ديال اللي مونة و عملت الحليب ديالي على النار غدي نخلي الحليب ديالي حتيغلي فهذا الأثناء غدي نهز ديك السكر اللي بقالي و غدي نضيف عليه ديك البيضة غدي نخلي واحد شوية كيف ما قلت لكم باش غدي ندهنطرته ديالي من بعد و غدي نخلط ديك البيضة مع السكر بحال هاد الشكل هادا غدي نضيف ديك ربع كأس ديال الليمون اي الحامض من بعد ما غدي نصفه طبعا باش ميبقوش ديك الحبيبات ديالو فبالنسبة للحامض اي الليمون تقدرت عملو حتى ننصف كأس ديال الليمون كيبقى على حاسب وش كتعجبكم الحموضة بزاف او لا انا هنا هي ما ضفت بزاف يعني فقط ربع كأس ديال يعني ليمونة واحدة عصرته وتمكدرت واحدة ديك الملعقة ما ملوقة ديال كريم باتيسير ما يعادل 20 جرام واحد ملعقة ونصف ديال الدقيق ما يعادل 30 جرام ديال الطحين فبالنسبة للمقادير انا غدي نخليهم لكم صندوق الوصف ان شاء الله مضبوطين هنا يام بعد ما غلاء الحليب ديالي مع ديك البشر ديال الليمون مع ديك الليمون اللي حكينا حتي غلي يعني حتي يطلع فيه الغالية كان اخدو ديك الحليب وكننصف فيه وكننضيفوه تدريجيين على ديك الخليط ديال السكر والبيض والنشاء والدقيق بحال هاد الشكل هادا فما تضيفوش الحليب ديالكم يعني مرة واحدة قدضيفوها بشوية 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 بش مي باش تخرج لكموح الكريمة اللي هي كريمية وكنتنجح لكم غديم دا نضيف حتى نكمل كمية اللي عندي كمية ديال الحليب بحال هاد الشكل اللي كتشاهدو معايا كنصفيوه طبعا كيف ما شاهدتو معايا كنصفيوه بش مي هودو ناشي ديك ديك الرواصب ديال القشرة ديال الليمون صافين بعد ما كان خلط الكل جيدا غدي نرجع الخليط ديالي في الإناء دياله وغدي ندهن فوق النار وغدي نحرك حتى تنحصل على الكريمة اللي يخصني النار هنا يعني متوسطة ما كانت توقفوشي تماما على التحرك حتى كتعقدنا الكريمة ديالنا وكتعاملنا فوقعات اللي كنعرفوه في الكريمة صافي كتكون عنا الكريمة جاهزة انتو ما كتشاهدوا معايا انا ما كانت توقفشي تماما على التحرك باش ما تلتسق لي شي الكريمة ديالي من تحت لانتو ما عارفين احنا نستعملين نشاو الدقيق صافي هذا هو القوام ديال الكريمة وهنا يا صافي بدتك تعمل لديك الفوقعات نتمنى يا ربي الصورة تكون واضحة فهذا هو القوام اللي كان حصل عليه بالنسبة الاخوات اللي ما عندهم شي الميزان باشي عبروه الكريمة باتيسير والدقيق فانا قد لكم عملت ملعقة مملوءة ديال الكريمة باتيسير اولا الناشاو وملعقة ونصف ديال الدقيق صافي هنا غادي نطفل على النار وغادي هنا يبغيت انا نزيد نقوي لطعم الليمون او الحامض ونعطيها تلك اللون الاصفر فغادي نضيف لها ديال الحامض فهذا كيبقى اختيار يعني انا غادي نضيفو صافي فغالبيا ما كنضيفوش نغادي نعمل فقط رأس ملعقة صغيرة بحالة الشكل هذا فانا قد كم بالنسبة الاخوات اللي كيعجبكم يعني مدق ديال الحامض كريمة حمضة فتقدروا تعملوا حتى النصف كأس ديال العاصير ديال الليمون انا نستغيروا باعكاس وننزيد ديال المضاق ديال الليمون واللون فضيفت هذا المنكه ديال الحامض او الليمون سوف نخلط الكل جيدا هنتم انا تشاهدوا معي الكريمة ديال نكي فاشكتجي كريمية هنتم انا تشاهدوا معي هنتم تعملها مباشرة اما تعملها في قمع اذا كنتوا تخدموا بهذا القمع بلاستيكي او لا تغطيوا الوجه دياله بالبلاستيكي بحيث بلاستيكي غدائي لامس سطح دياله يعني تغطيوا بلاستيكي حتى تأديله في الوجه ديال الكريمة باش ما كتعمل لكم شي ديال القشرة من بعد انا هنا مباشرة غاد نعملها في القمع بلاستيكي وغاد نخلي الكريمة ديالي حتى تبرد جيدا واذا بغاد نرجع نجفد العجينة ديالي اللي كانت عندي في تلاجة وغاد نطلقها انا هنا يفضلت انطلقها بين هات الورقتين ديال الطبخ يعني الورق ديال الفرن تقدروا تطلقها ما بين جوج ديال البلاستيكات باش كتتسهل عليكم اسافي لانها كتتلتصق شوية وكتكون ارتطوها باش تساعدكم تبغيوا تعملوها في القلب ديالكم هنا لكم الاختيار تستعملوا اي قالب بغيتون انتو ما ديال الطرطة اما هادك الدائري بحيث غاد نطلقوا العجينة ديالكم دائرية او لتعملوهم طرطة صغارين او لتعملوا قالب حل ديالي انا غادي نستعمل هذا مستطيل من بعد ما اطلقت العجينة عبرت عليه وقطعت العجينة ديالي وغادي انتو ما شاهدت معي ديك الورق كيف يساعد فقط كنهزو بالعجينة بكل شي وكنعملوه في وسط القلب ديالنا وغادي نزول هاد زوائد ديال العجين بحالة شكل هادا نضغط على ذيك الحشيات دياله باش نثبت العجينة جيدا في القلب اما بالنسبة ان هاد العجينة اللي كيشيطلي فحنا ما كنعجنوه موالو مباشرة كان نرجع نطلقوه لان احنا غادي نحتاجوا عجينة اخرى باش غادي نغطيو الطرطة ديالنا انا هنهي كان نطلقو كنعبر على حسب القلب ديالي خصني العجينة اللي تغطيلي الوجه ديال الطرطة ديالي وغادي نخد واحد الشوكة او لا واحد الفرشيته وغادي نعمل تقوب ديك العجين بحالة الشكل هادا وغادي نرجع ناخد الكريمة ديالين بعد ما تأكد بانها بردت شوي اخذت درجة حرارة المطبخ ما تبقىش يسخونه بزاف ما تعملوش الكريمة ديالكم هي سخونه طيبة سافيو غادي نعملها ساهلة صراحة فهاد القمع بلاستيكي كيساعد يعني في شي بلاستيك هيدا تعملو تقوب فكيساعد لكم هيدا باش تعملو الكريمة ديالكم او لا تعملوها بالملعقة فكيبقى لكم طبعا الاختيار تعمروا الكريمة انا هني غادي نعمل تقريبا الكمية كاملة فقط غادي نخلي واحد الكمية بسيطة باش غادي نزين الطرطة ديالي من بعد غادي نحاول بواحد الملعقة نعود السطح ديال الكريمة بحالة الشكل هادا وغادي نرجع نغطي بذيك العجين اللي كنا عملنا في الأول انا بقيت نطلقوك نعبر بالقالب ديالي باش ملي نغطي الوجه ديالي قدني يعني يجي هو هادا وغادي نبدأ نتبت جيدا ديك العجين يعني انا كنضغط بيديو كنحاول لصاق ديك العجينة مخطاها انتم ما كتشاهدوا معاي كنضغط عليها مازين باش ما تفتح ليش في الفران كنشرك ديك العجينة يعني اللي طلعنا من تاحيت مع هادا اللي غطيت عليها من فوقي وكنضغط عليها بالأصابيع ديالي باش تشرك ما بعطيتهم وما تفتح ليش في الفران غادي نضهل الوجه ديالي باي بديك شوية ديالبيض اللي خلينا من قبل وغادي نرجع نعمل تقو بمرة أخرى في هادا العجينة اللي كتكون في الوجه وغادي ناخذ هنا اا اه الكريم اللي شطلي كريمة ديال ليمون اللي خليت باش نزين الوجه ديالي خليت غير هادا الكمية ونعمل خطوط عشوائية بحالة الشكل هذا فهذا يبقى للزينة فقط زينه ثم باللي بغيته فبحال هيده بحق تجي الشكل دياله رائع جدا وكنعرف بانها الطرطة محشية بالكريمة فانا غدي نزيد ان نغلط هاد الخطوط هادو باش يجيوني بينين وخطيه في الفرن غدي بدو بينين هنا عندي اللوز ايفيلي او لهذا رقائق اللوز اللي غدي نعملهم بحال هاد الشكل هذا فهذا الزين كيبقى لكم كامل اختيار كيفما تصبق لي واتكرت معاكم وف هاد الاثناء كان عندي الفرن كيسخون على درجة حرارة مي وسبعين درجة النار من الاعلى ولمن الاسفل غدينحشي الترطة ديالي في الوسط ديال الفرن غدينخليها في اول طيب كيفما قول لكم على درجة حرارة مي وسبعين درجة من الاعلى ول Nashوفوا الوجه دياله بد Такت حمر وتتحمر غادينطفول النار من الاعلى وغ li insanшعل فقط من الاسفل كتكمل�חه داياله ديPLد انسحيات كذات معايا تقريبا من 40 دقيقة و 45 دقيقة كتاخد ديال الوقت خرجتهم الفرن و خليتها بردت سوف نزولها من القلب بحال هذا الشكل انتم تشوفوا معي كيف تجي محمرة وطيبة سوف نخليها هنا يحتى تبرد باش نزيل نكملت زين دياله هنا انا بغيت نزيل نزيل الوجه دياله بالقليم من السكر ناعم او لسعنو الله شفية ديال نباج او لتخليها غير هيدا انتم تشاهدوا معي الشكل دياله كي يجي رائع يعني مزونة لمنظر ولا في الماضق دياله انا اكيدا ان شاء الله غدي تعجبكم هذا هو الشكل النهائي ديالا كي يكون بعد ما عمدت في طبق التقديم غادي نقطع معكم تريف باش نشوفها من الداخل كيفاش كتجي كتجي دياله العجينة الشيشة ما انا اكيدا ان شاء الله ما غدي تشبعي شي منها وديك الكريمة ما نقول لكم شي عليها كتجي رائعة جدا فانا نتمنى الصورة تكون عندكم واضحة لانا كانت الإضاءة شوية وصافي عندي فصافي الفيديو ديال اليوم احتل هنا يوكي كنت سالا وانتمنى يا ربي الوصفة اليومات كنت نالت الاعجاب ديالكم ونالت الاستحسان ديالكم اذا عجبتكم ما تنسوني شي كيف ما العذاب للايكات ديالكم والتعاليق الجميلة عند ربكم موعد حتى الفيديو اللي مجي ان شاء الله تعالى وليف راسكم بزاق وبسلامة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر